بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا في قرس Soil Stabilization واستكمال لشابتر 7 اللي هو Soil Stabilization Methods نهاردة ان شاء الله هناخد Part 13 اللي هو Ground Improvement وهناخد أول نوع من Ground Improvement اللي هو Pre-Loading لو تذكروا في الفترات أو الأجزاء السابقة تعرضنا على أنواع Soil Stabilization وقلنا أنهما فيه نوع من نوعين فيه عندنا Surface Stabilization وقلنا بمنه ثلاث أنواع اللي هو Mechanical Stabilization وال Chemical Stabilization وال Physical Stabilization أما النهاردة ان شاء الله هنتكلم على Ground Improvement بتاعة السويل لازم تخلي بالك في ال Ground Improvement أو الطرق المختلفة ممكن تستخدمها كل طريقة منفردة أو تاخد أكتر من طريقة مع بعض وتستخدمها فبنقول Any of the following methods using alone يعني ممكن تستخدمها لوحدها or in combination may be employed to improve the in-situ soil prepares أنا يهمني في الآخر تحسين خواص تربط الموقع ليه؟ To support structural foundations أو لتثبيت أساسات المنشآت إيه هم أنواع Ground Improvement اللي احنا هندرسها في القرص ده؟ هندرس ال Pre-Loading هندرس Deep Compaction هندرس Soil Replacement طبعا ال Pre-Loading ديه اللي هي بنحمل الطربة بأحمال سابقة قبل المبنى Deep Compaction يعني الدمك العميق أو Soil Replacement يعني إحلال السويل و Drainage and Ground Water Control يعني تصريف والتحكم في منسوب المياه الأرضية وكمان عندنا Soil Freezing أو تجميد السويل و Use of Geotic Style أو استخدام Geotic Style وآخر حاجة Injection Grouting أو الحقن بتاعنا حقن السويل يعني فأول نوع أو أول طريقة هنستخدمها اللي هي ال Pre-Loading بنقول in this method Pre-Loading of 1.2 to 1.3 times of designed load is applied in advance to allow desired settlement and accelerate consolidation يعني كلام ده يعني أنا لو عندي هنا طبقة كلي ودي سطح الأرض بتاعي وفي هنا المية أنت لو حطيت المنشأ بتاعك هنا هيحصل له هبوط لنتيجة ال Consolidation بتاعة الكلي وخروج المية منه وممكن الهبوط ده يكون غير مسموح بيه فأنت بتعمل إيه قبل ما تحط المبنى ده بتبتدي تعمل Pre-Loading يعني حمل مسبق هنا قمته قد إيه واحد واثنين من عشرة ليه واحد وثلاثة من عشرة من الوزن الديزاين بتاع المبنى نفسه الأحمال دي هتعمل إيه هتسرى عملية ال Consolidation اللي هنا تعرف ال Consolidation ده بيبتدي يحدث مع الوقت عمال يزيد يعني مع الوقت عمال شغال لا أنت هنا بتعمل له Acceleration المية بتخرج فبيبتدي يقلل أو أنت عملت هبوط للتربة خلاص أنا وصلت للهبوط المسموح به لو أنا حطيت المبنى مش هيحصل هبوط للسويل أو لو حدث هيبقى الهبوط مش خطير بنقول Specifically for Alluvial Soils having high motor content يبقى أنا دايما باستخدمه الطريقة دي تليمين للAlluvial Soils اللي هي عندها motor content عالي وعندها أيه كمان high compressibility يعني عندها محتوى مية عالي وعندها قابلية للانضغاط عالية جدا and low sharing strength يعني أقل يعني عندها مقاومة القص لها تعتبر مالها ضعيفة جدا طب الكلام ده إزاي by lowering water table by any means إن أنت بتقلل برضك منسوب المية بأي طريقة بنقول إيه process أو العملية can be accelerated طب أنا عايز أخليها بسرعة أنا أحط المبنى ده أو أحط الأحمال دي ممكن تاخد وقت عندي لا إحنا ممكن نستخدمها by introducing sand piles in the periphery يعني أنا ممكن نحط هنا sand pile كمان هنا هوت sand pile دي بتعمل إيه بتخلي المية بدل ما تطلع بس الفوق ground water table يعني المية آسف يعني تطلع من الصويل هنا هوت والمية هنا تقل ممكن يحصل إن المية تخش فيه sand هنا وابتدي أسحابها فاللي يحصل هنا تبتدي يحصل الهبوط بسرعة يعني أنا سرعت acceleration المين للconsolidation best suited for air filled طيب إيه المواقع اللي أنا ممكن أستخدم فيها هذه الطريقة طبعا الحقول اللي هي الهوائية يعني معارضة للهواء storage tanks اللي هي التنكات بتاعة التخزين المية flood control structure منشآت التحكم في الفيضانات extra يعني زي ما أنت عايز بقى فيه طرق أو مناطق كتيرة اللي هي مفتوحة ممكن تستخدم هذه الطريقة آخر حاجة اللي أنت لازم تحط في اعتبارك undesired initial investment disposal of use of preloading soil will unexpected time delay ده لازم ناخده معانا فين في الاعتبار عند استخدام هذه الطريقة اللي هي طريقة الpreloading لو عايز تتفرج على الرسمة بتاعة الpreloading بص عليها كده ببساطة خالص انت عندك هنا ايه ادي التربة بتاعتي مليانة مية لو حطيت المبنى بتاعي هنا هيحصل له هبوط فانا حطيت هنا مين اللوودنج بتاعتي او الpreloading او الحمل اللي هو محتاجه قدي ايه واحد واثنين من عشرة لواحد وثلاثة من عشرة من الدابلو بتاع الديزاين فاي اللي يحصل هنا يحصل drainage المين للمية تطلع من هنا وتنزل من هنا لو كانت double drainage يعني لو كان فيه send هنا وسند هنا فباسمها double drainage لا انا ممكن كمان اسرع الacceleration دوت والهبوط دوت ان انا حط هنا مين كمان send filed ديت او خوزيء الرم فالمية ما بقتش بقى خرجة هنا وهنا بس لا ده كمان ممكن تخش هنا فتبتدي تسرع عملية الacceleration شكرا